في هذا المقطع سوف نطرح عليكم قصة لراجل مع جمل ومن هذه القصص التي نسمعها قصة لحفظ الجمل على الإنسان وهذه القصة من القصص الحقيقية التي تحقى لنا من الأباء والجدود فهيا بنا لنتعرف عليها وعلى تفاصيلها نحن هنا ننقل إليكم قصة وقاعية حصلت بالفعل يحكى أن صاحب جمل غضب يوما على جمله فقام بدربه ضربا شديدا ومن خبرة هذا الرجل عرف أنه لن ينجو من حفظ الجمل ولا من غدره حتى من نظرات عين الجمل إليه وأصحاب الإبل يعرفون هذا الأمور من ناحية الانتقر وقام الرجل مسرعا ببيع الجمل لأحد القبائل ومرت عشر سنين كاملة والجمل من صاحب إلى صاحب ومن قبيلة إلى قبيلة وعاش هذا الرجل حياته العديد وفي يوم من الأيام وهو في سفره مر بقبيلة من القبائل الذي أبوا إليه الكرامة واستضافته ونصبوا له خيمة أسة يأتي فيها الطعام والشراء وينام فيها مرتاحا من عناء أسة وأثناء النهار رأى هذا الرجل جمله القدير والجمل رأى صاحبه القديم وعرف كل منه من آخر وحينما جاء الليل وانصرف القل لخيمته قام هذا الرجل بأمر عجيب وغريب أخذ يجمع الخيش والأكمش القديمة ودخل خيمته وخلع ملابسه حتى غطاء الرأس وحشاه بالخيش والأكمشة ثم فر وهر وفي الليل قام الجمل بتقطيع كل حطام أو تعقيل وجاء إلى ملابس الرجل ثم برك عليه وصار يطحن ويطحن بنحره موزكا ملابسه وكل شيء تحت حتى اطمأن البعير أنه قدى عليه بالضربة القضية وتمر السنين كل والسنين ويمر هذا الرجل بأحد الأسواق يرى جمله القديم والجمل يرى صاحبه مرة أخر وبعد أن نظر الجمل صاحبه فنظر إليه بنظارات غل وحج وسقط الجمل وفارق الحياة قطرا وكمدا